طاقة الحبيب أنت تراه جميل إنسان شخص جميل جداً وتحبه كثيراً ولكنه مبتعد عنك وقاطع مكا في الكلام لكنه مبتعد عنك ومن المحتمل أنه عمل لك بلوك أيضاً طاقة القراءة لهذا الإسبوع مرج القوص الستة نقود طاقتك أنت في حالة استقرار مادي كبير وتوازن بين الأخذ العضاء فأنت تحب كل شيء في حياتك يمشي بالضبط وبالميزان وإذا كنت في علاقة فأنت مسيطر بشكل كل على هذه العلاقة أو إذا كنت في موقف معين موقف مادي أي موقف في حياتك فأنت تجد ناسك بأنك مسيطر عليه بشكل كل وأنت مركز بشكل عام على استقرارك المادي فأنت في حالة استقرار مادي أو أنك في هذه الفترة تقوم بأعمال إنسانية فأنت شخص كريم بطبعك تحب مساعدة الآخرين طاقة الحبيب ملك العصر أرى أن الحبيب أيضا هو في حالة استقرار فهو شخص ناجح مهتم بحياته العملية ومسؤولياته فهو على الأغلب شخص مسؤول أو له مكانة عالية في الحياة وهو مختلف عنك احتمال في الجنسية أو بالبلد أو في العقيدة أو حتى في اختلافات أي اختلافات أخرى أو أنه الآن في حالة ارتباط مرتبط بعلاقة ما أو في حال الزواج مشاعرك الرجل المعلق تشعر بأنه هذا الشخص مسيطر على تفكيرك وأنت محتر لا تعرف ماذا تريد فأنت غير قادر على اتخاذ القرار تشعر بأنك معلق مع هذا الشخص وعندك تواصل روحي عالي معه فأنت يبدو بأنك تحبه كثيرا وتفكر به أيضا مشاعر الحبيب تجاهك هو أيضا يفكر بك ويريد أن يقدم لك عرف ولكنه لا يظهر لك شيء هو يراقبك ومهتم بك أيضا دون أن تعرف إن كنتم منفصلين هو يريد الرجوع الرجوع إليك ولكنه ينتظر الوقت المناسب للتقرب منك فمن المحتمل أنه يوجد عائق بينكم احتمال أنه يكون من هذا العائق من قبل أسرته أو أنه في علاقة أخرى فأنا أرى هنا احتمال بأنه يكون في علاقة أخرى أو أنه متزوج ويبحث دائما عن فرص أفضل هذا هو طبعه هو في علاقة ويبحث دائما عن فرص أخرى هذا هو طبعه هو شخص مستقر ماديا وإنسان غامض لا يصح لك بشيء ولا بمشاعره ولا بظروف حياته نوياه ماك هو يريد أن يقدم لك حب ولكن هذا الحب ليس حبا حقيقيا نيته الزواج بل هو معجب بك ونوياه تجاهك جيدا وهو صادق في مشاعره تجاهك وهو يحبك اهتمامه بك هو مهتم بك أيضا ولكنه يريد أن يقدم لك هذا العرض في إطار صداقة مثلا تكون معه وتخرج وتلهو وتعيش حياتك مع بعض ولكن بدون أن يلتزم في علاقة في علاقة ما فهذا الشخص يحب الحرية ولا يحب أن يربطه أي إنسان هو يريد أن يقدم إذا كنتم منفصلين هو يريد أن يقدم لك أيضا مصالحة وتقديم لك هدية وكما قلت هذا الشخص تفكيره ليس تفكيرا نهايةه وزواج هو يريد منك فقط علاقة يحبك ومعجبك كثير إنه يريد أن يكون معك في علاقة صداقة أعجاب تكون مع بعضكما تذهبان في نزهة إلى آخره كما تريد يعني خطوته القادمة إمرأة تسعة نقود هو يريد أن يدخل معك في علاقة مستقر ولكنها بطيئة لا يريد أن يعطي هذه العلاقة وقت معك لا يريد علاقة تقليدية الخطبة والزواج بشكل سريع إنه يريد معك خطوة بخطوة أن يأخذ وقته معك فهو يحب ويعشق الحرية وإذا كنتم منفصلين فهو يريد أيضا الرجوع إليك كما قلت ولكن بشكل بطيء وبدون أي ضغط منك فهو يعشق الحرية كما قلت ويريد أن يرتبط معك في علاقة فهو يعيش لحياته وجماله وهتم بنفسه وعنده من الاستقرار المادي الشيء الكبير الذي يوفر له هذا الشيء ولكنه لا يريد أحد أن يضغط عليه هو يحب العلاقات التياري هو وضعه يبدو أنه وضعه جدا جيد بهذه الورقة وهو يظهر عليه الثراء وهو في حالة مادية جيدة كما يظهر لي احتمالي أنه متزوج وهو لا تعجبه الامرأة التي معه أو في علاقة وهو ينظر دائما إلى غيرها بأن غيرها أفضل منها ويريد تجديد العلاقات في حياته هو معجبك لا أنكر هذا هو معجبك كثيرا ولكنه يحب التسلية والله والمرأة مصير هذه العلاقة مصير هذه العلاقة هذه ورقة الموت لكنها لا تعني بهذا الشيء ورقة الموت هناك تظهر هذه الورقة لك بأن هناك تغييرات جذرية قادمة إليك تغييرات لم تكن تتوقعها فهي ستأتي إليك فجأة فأنصحك بأن مهما يكون نتيجة هذه العلاقة أن تتقبل هذه النتيجة ولا تحاول الرفض مهما كانت النتيجة تقبلها بكل رحابة سطر فهذا الأمر سيعود عليك بالإيجاب حتما انتبه وهذه هي نصيحتك انظر هذه الورقة تكمل هذه الورقة مالك السيف هذه الورقة تنصحك لأن تسيطر على نفسك ولا تعبر له عن نجاعرك وتعامل معه ببرود وأظهر نفسك غير مهتم وكن معه صار بقراراتك فأنت مثلا تريد الزواج منه قل له بكل صراحة أنا أريد الزواج أنا لا أريد التسليه هل تريد ذلك؟ أنا موافقة إذا كنت لا تريد ذلك فابتعد عني وتركني بحالي لا تتعلق به لا تتعلق به لا تظهر الاهتمام الكبير به فأنت يبدو أنك تظهر مشاعره واهتمامك به كثيرا وهو يعلم بأنك متعلق به فكلما زبت في تعلقك به كلما ابتعد هذا الرجل عنك أظهر له الصرامة لا تظهر له أنا أعلم بأن هذا الأمر ليس سهل ليس سهل ولكن إن كنت تريد نتيجة لهذه العلاقة فأنت يجب أن تتحكم بعواطفك ومشاعرك ولا تظهر لأي شخص مهما يكون هذه الحقيقة ابدي له أظهر له شيئا بسيطا ولكن لا تظهر له كل شيء أظهر له بأنك تريده ولكن لا تعبر له إذا لم تكن معي سأموت ستنتهي حياتي لا هذا ليس بالأمر الجيد فأهل الورقة تقول لك لا تظهر مشاعرك وسيطر على نفسك فإن سيطرت على نفسك تقبل نتيجة هذه العلاقة أنت ستقدم له ستقول له بكل صراحة ووضوح أنا أريد أنت أخذت قرارك أنا أريد كذا ماذا تريد مني أنت؟ أنا لا أريد أن أتسأل إن كنت تريد أهلا وسهلا إن كنت لا تريد فأنت يجب أن تتقبل النتيجة بناء على هذا الكلام أنت يجب أن تتقبل النتيجة احتمال أنه يقول لك من بعدها أجل أنا أريد الزواج منك أو احتمال أنه يقول لك أوكي كل واحد يذهب في طريقه أنا آسف فأنت بهذا القرار تكون قد أرحت نفسك لا تبقي نفسك متعلق بهذا الشكل إما زواج وإما الابتعاد يوجد أشخاص آخرين في هذه الحياة لا يجب أن نتعلق بشخصا واحد التعلق هو مرحلة بسيطة نمر فيها كل شخص يمر فيها ولكن يخرج منها بعد فترة هي مرحلة صعبة ولكن يجب الخروج من هذا التعلق إذا كان شخص لا يستحق هذا الاهتمام وهذا الحب وهذا التعلق فأخرج من هذه فأخرج من هذا التعلق هذه القراءة واضحة وهذه نتيجة القراءة واضحة بالنسبة لك والقرار هو قرارك بالنهاية شكرا لكم على هذه المتابعة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر